اشتركوا في القناة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا حول باب الحركة والانتقال وقد ذكر الأئمة عليهم الصلاة والسلام تفسير الآيات المختلفة والأدلة العقلية على استحالة الحركة والانتقال في الله سبحانه وتعالى لأنها تستلزم الحيز والجسمية والحاجة والحد وما إلى ذلك من المحذورات في بحث هذا اليوم نذكر حديثا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ما معنى هو رابعهم؟ هل معناه إنه معهم في المكان؟ كلا ليس معنى الآية هذا بل معنى الآية إنه سبحانه وتعالى معهم في الإحاطة العلمية يعني أن الله سبحانه وتعالى عالم بما يتناجون ولا يخفى عليه شيء فالإمام عليه الصلاة والسلام في صدد بيان هذه الحقيقة لأن البعض هكذا كان يتوحم أن الله سبحانه وتعالى يحضر بنفسه في هذا المكان الذي فيه النجوة ومعنى ذلك استلزام الحد لله سبحانه وتعالى وإحاطة مكان النجوة به وأنه يكون ضمن العدد والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام يأتي ويبين تفسير هذه الآية وبيان أن هذه الآية لا تتعارب مع آية أخرى لأن آيات القرآن ليس فيها اختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هناك آية تكفر النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في هذه الآية ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم كيف نوفق بين الآيتين تلك الآية تقول هؤلاء كفروا حينما قالوا إن الله ثالث ثلاثة أما هذه الآية تقول إذا كانت هناك نجوة فهو رابعهم الجواب على ذلك أن النصارى حينما يثلثون يعتقدون أن الإبن وأن روح القدس آلهة ويشبهونها بالله سبحانه وتعالى يقولون لنا ثلاثة آلهة فأدخل الله سبحانه وتعالى في العدد الإله الأول هو الأب الإله الثاني الإبن الإله الثالث روح القدس هكذا يزعمون والله سبحانه وتعالى يرد عليهم أن هذه يعقيدة كفرية لأنه لا يوجد إله إلا إله واحد أما في هذه الآية التي هي في سورة المجادلة ليس المعنى أنه نقول واحد اثنان ثلاثة والعياذ بالله نقول إن الله سبحانه وتعالى في ضمن العدد معهم كلا بل المراد أن هؤلاء المتناجون الثلاثة يتناجى بعضهم مع البعض الآخر فالكلمات التي يفوهونها يعلمون بها هؤلاء يتصورون كان يعلم بما يتناجون من الإسم والعدوان أو يتناجون بالطاعة والعبادة فإذن لا منافاة بين الأمرين ولذلك مجموعة من العلماء من جملتهم صاحب الوافي في كتاب الوافي يذكر هذه الحقيقة يقول إن في الآية الأولى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني أدخلوه ضمن الثلاثة الإبن روح القدس الأب يزعمون هكذا ويزعمون أن الله هو الأب والعياذ بالله من كفرهم فأدخلوه ضمن هذه الثلاثة ضمن سياق واحد لكن في هذه الآية ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم لم يقل أنه ما من نجوة ثلاثة إلا هو ثالثهم أو هو أولهم هو ثانيهم يعني داخل في عددهم كلا ليس هو داخلا في عددهم ولكن خارج عنهم هو رابعهم وخروجه لأنه ليس بمحدود وهؤلاء محدودون لأنه الخالق وهؤلاء مخلوقون لأنه خالق المكان وليس في المكان وهؤلاء في حيز وفي مكان فهو خارج عنهم ولكن علمه معهم يعلم بما يقولون وما يبيتون من القول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يعلم إذا يبيتون الطاعة يعلم بذلك بل كان من الأزل يعلم بذلك أما تفسير الآية ما يكون من نجوة النجوة هي المناجات بمعنى التناجي وهو الكلام الخفي إحنا عدنا مناجات وعدنا منادات النداء الصوت المرتفع عادة العالي وقد يكون أيضا نداء خفي إذ نادى ربه نداء خفية لكن الأعم الأغلب النداء يكون بصوت مرتفع أما المناجات هو الكلام بالهمس إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة كانوا يأتون ويتكلمون مع الرسول بخفاء بحيث لا يلتفت الآخرون مثلا ما يكون من نجوة ثلاثة لأن بعض الناس يتصورون هكذا أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع والعياذ بالله من كلامهم على الأمور المخفية هكذا كان اليهود يتصورون فلذلك كانوا يقولون أنه لا تعترفوا أمام المؤمنين تعترفوا أمام جماعتكم بالخفاء الله سبحانه وتعالى يردهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أو بعض الأحيان الإنسان يعمل في خلواته شيئا زعما أن الله سبحانه وتعالى لم يره في يوم القيامة يشهد عليه تشهد عليه أعضاء ومن جملة جلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون إذا هناك تركيز في كثير من الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى الأمور المخفية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حتى ما يدور في قلبك الله سبحانه وتعالى يعلم به بعض الأحيان أنت لا تعلم بشيء من نفسك الله سبحانه وتعالى يعلم بك بعض الأحيان النفس تخدع على الإنسان فالإنسان يتصور أنه يعبد الله مثلا بإخلاص في حين أن هناك في أعماق قلبه رياء وهو غافل عن ذلك الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك هو غافل عنه لكن الله لا يغفل ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم الله سبحانه وتعالى رابع هؤلاء من حيث العلم ولا يكون من ولا خمسة يعني ولا يكون من نجوة خمسة إلا هو سادسهم أيضا بعلمه بهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم معهم ليس من معنا معهم في المكان يعني إذا ثنيا الآن يتناجون تتصور أن الله سبحانه وتعالى كأنه جسم والعياذ بالله من هذا الكلام فنزل وجلس عندهم مثلا كلا ليس هذا المعنى المعنى أن الله سبحانه وتعالى وهو معهم يعني بالعلم لذلك المعية في القرآن قد تكون معية بالعلم في الجانب الإيجابي وقد تكون المعية بالعلم في الجانب السلبي وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون في الليل ما لا يرضى من القول وقد تكون معية بمعنى العلم وهذه معية إيجابية أنا معكما أسمع وأرى يعني أنصركم وبعض الأحيان هذه المعية غير معلومة أنها معية إيجابية أو معية سلبية لازم نراجع القرائن فالقرينة الدل أنه معية إيجابية أو معية سلبية مثلا في آية الغار في آية الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه معية إيجابية أو معية سلبية يعني هل هي معية مثل وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول أو هي معية مثل أنا معكما أسمع وأرى موسى وهارون على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام هنا يجب أن نرى القرائن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا القرينة ماذا تقول فأنزل الله سكينته عليه خص الرسول بالسكينة فالمعية في الرسول صلى الله عليه وآله هي معية نصرة لكن المعية مع الصاحب ليست هي معية النصرة معية العلم يقول من قبيل وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول لماذا؟ لأنه إذا كانت معية نصرة المفروض كانت تكون الآية هكذا فأنزل الله سكينته عليهما مع أن الآية ليست هكذا فأنزل الله سكينته عليه على الرسول وأيده الرسول بجنود لم تروها مع أن السكينة كلما نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله في القرآن نزلت على المؤمنين في نفس سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وكذلك في آية أخرى الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على الرسول وعلى المؤمنين الآية الوحيدة اللي الله سبحانه وتعالى خص السكينة بالرسول دون من معه هي آية الغار فهذه تكون قرينة على أن المعية إن الله معنا هذه المعية بالنسبة إلى الرسول معية نصرة أما بالنسبة إلى الصاحب فهي معية علم الله سبحانه وتعالى عالم بأعماله كما أن الله سبحانه وتعالى عالم بأعمال الجميع من المؤمنين والكفار والمنافقين والذين يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ولا أكثر يعني من ثلاثة أو من خمسة إلا هو ولا أكثر إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا لأن الله سبحانه وتعالى محيط بالمكان علما وقدرة فإذا واحد في الشرق يتناجى واحد في الغرب يتناجى واحد في الشمال واحد في الجنوب يعني مجموعة هكذا الله سبحانه وتعالى عالم بجميعهم أينما كانوا ثم ينبئهم يعني في يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم بس بين قوسين لماذا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني لماذا خص الثلاثة والخمسة ثم بعد ذلك يعمم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر قيل لعله لخصوص شأن النزول قد ذكرنا فيما مضى أن الآيات القرآنية نزلت نجوما وكثير من الآيات نزلت في مناسبات خاصة مع أن مدلول الآية هو عام ولكن لخصوصية المورد في شأن النزول هذه الخصوصية الآية نزلت بتلك الخصوصية مع أن خصوصية المورد لا تخصص الوارد لعله كما يحتمله العلامة المجلسية في مرآة العقول أن شأن نزول هذه الآية كان خصوصية خاصة لعل هناك مثلا مجموعة من الناس أو من المنافقين أو أمثالهم كانوا ثلاثة في قضية أخرى خمسة كانوا يتناجون بينهم فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية شأن نزولها خاص لكن الآية لها عمومية يعني إذا خمسة ستة سبعة وهي الآية تعمم أيضا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام حينما يأتي الإمام الصادق يفسر هذه الآية في هذا الحديث يذكر جهتهم الجهة الأولى نفي أن الله سبحانه وتعالى وحدته عددية لا الله وحدته حقيقية قد ذكرنا فيما مضى عندنا وحدة حقيقية عندنا وحدة عددية الوحدة العددية يعني أنت مجموعة من الأشياء تجيبها تعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة هذا الأول واحد الثاني واحد الثالث واحد الرابع واحد هذه وحدة عددية الوحدة العددية إنما تكون في الأشياء المتشابهة ولو في بعض الجهات تقول واحد اثنان ثلاثة تعد الأشياء أساث المنزل واحد اثنان ثلاثة هذه متشابهة ولو من بعض الجهات أما الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يدخل في ضمن عدد تقول واحد اثنان لأن الوحدة العددية هي في الأشياء المتشابهة والله سبحانه وتعالى وحدته حقيقية ليس كمثله شيء ولا أجزاء له فلذلك هذا المطلب الأول الذي يذكره الإمام عليه الصلاة والسلام ففي هذه الآية ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ليس المراد الوحدة العددية المطلب الثاني الذي يبين الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إن المراد في هذه الآية العلم يعني الله سبحانه وتعالى عالم بهم محيط بهم من حيث العلم قادر عليهم لا يزعمون أنهم خرجوا عن سلطنة الله سبحانه وتعالى ولا يمكن الفرار من حكومتك فقال الإمام الصادق هو واحد الله سبحانه وتعالى واحد ثم يؤكد ذلك واحدي الذات واحدي مبالغة في الواحد لأنه من طرق المبالغة في اللغة العربية إضافة يا النسبة أحمر وأحمري هذا أحمري تأكيد ومبالغة المقصود من المبالغة التأكيد الشديد الله واحد لا تصور واحد عددي لا واحدي الذات هذا تأكيد شديد الله سبحانه وتعالى بسيط من كل الجهات ليس مركب لأن المركب يحتاج إلى أجزائه كما ذكرنا فيما مضى الإنسان مركب لذا نحن نحتاج إلى يدنا إلى عيننا إلى أعضائنا المختلفة وهذه حاجة الله سبحانه وتعالى ليس مركبا ليحتاج إلى تلك الأجزاء واحدي الذات باء من خلقه يعني الله سبحانه وتعالى لا يشبه الخلق في أي جهة من الجهات فلذلك لا يمكن إدخاله في ضمن العدد بحيث أن يكون بعض الأعداد المخلوقات وأن تعتبر الله سبحانه وتعالى ضمنهم هذا لا يمكن كما بيناه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وقد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى في وجوده وفي صفاته يختلف عن المخلوقات في كل شيء حتى الصفات التي تطلق على الله وتطلق على الموجودات كما مر فيما مضى المعنى مختلف حينما تقول زيد عالم وتقول الله عالم العلم هنا بمعنى مختلف حينما تقول أن الله موجود وزيد موجود الوجود هنا بمعنى مختلف وجود الله سبحانه وتعالى من سنخ آخر يختلف بالسنخ وبالذات عن وجود المخلوقات لأن المخلوقات وجودها مادي والله سبحانه وتعالى وجوده غير مادي المخلوقات وجودها مركب والله سبحانه وتعالى غير مركب بائن من خلقه وبذلك وصف نفسه يعني الإمام عليه الصلاة والسلام يستدل بالدليل العقلي وبالدليل النقلي لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء فإذا أنت في جهة من الجهات قلت أن الله سبحانه وتعالى مثل خلقه شبهته ولو في تلك الجهة وبذلك وصف نفسه هذا المقطع الأول فالوحدة في الله ليست وحدة عددية ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ليس بمعنى أنه داخل في عددهم زين شنو المعنى المقطع الثاني من الحديث إنه بكل شيء محيط هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل الأشياء فليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بذاته يحضر في مكان النجوة هذا معنى ذلك أن يحتوي عليه السماء وتحتوي عليه الأرض وتحيط به وأن يكون جسما وأن يكون مركبا وأن تكون حركة وأن تكون انتقال ومحاذير كثيرة التي دل العقل والنقل على استحالتها على الله سبحانه وتعالى الآية تقول إنه بكل شيء محيط إحاطة علم وقدرة المحيط يعني شنو؟ هل محيط مكانا؟ يعني مثلا أفرض هذه الغرفة أو هذه الصالة أحاطت بنا صحيح أحاطت بنا بس هي جسم أيضا الغرفة جسم ونحن أجسام الغرفة أكبر مننا فلذا أحاطت بنا الله سبحانه وتعالى حينما الآية تقول إنه بكل شيء محيط هل بمعنى الإحاطة الجسمية الإحاطة المكانية هذا محال لأنه يستلزم التجويف كما ذكرنا أنه العقيدة السخيفة للمجسمة هي تستلزم أن والعياذ بالله من هذا الكلام الذي يعتقدونه ولازم كلامه أن يكون الله سبحانه وتعالى حسب هذه العقيدة الفاسدة يكون جسم دائري محيط بالكون وإذا نزل والعياذ بالله يتقلص لأن الشيء المحيط إذا يريد ينزل لازم يتقلص ليس المراد الإحاطة المكانية لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان لا يحويه شيء ولا هو يحوي على شيء لا أن السماوات والأرض تحتوي على الله سبحانه وتعالى فهذا محال لأنه يستلزم إحاطة المخلوق بالخالق ويستلزم التجسيم ويستلزم أن يكون شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى والتالي الفاسد الآخر الذي ذكرناه وذكرناها في الحلقات الماضية ولا أنه محيط جسما بالأشياء بحيث أن يكون له جوف والعياذ بالله وأن تكون السماوات والأرض في جوفه والعياذ بالله فهو يكون محيط جسما بهم كلا المراد الإحاطة بالقدرة وبالعلم يعني الله سبحانه وتعالى علمه أحاطة بكل شيء وقدرته أحاطت بكل شيء لذا الإمام يقول إنه بكل شيء محيط في تفسير هذه الآية اللي هي في سورة فصلت يقول الإحاطة ومن ذلك يتبين معنى ما تكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم يقول بالإشراف والإحاطة والقدرة بالإشراف معنى ذلك أنه ليس إحاطته بمعنى اجتماله على الأشياء بأن يكون مكان للأشياء بأن يكون ظرف لها بأن يكون حيز لها كلا بل إحاطته إحاطة علمية لذا قال بالإشراف والإحاطة يعني الإحاطة العلمية كما في قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه وكذلك إحاطة قدرة بمعنى أن قدرة الله سبحانه وتعالى شملت كل الأشياء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول كل هذه الأشياء استمرارها الآن بقدرة الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يؤكد معنى هذه الآية أن المراد بها العلم بآية أخرى هي في سورة سبع يقول لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الآية هكذا قل بلى وربي لتأتينكم يعني الساعة القيامة عالم الغيب الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب عالم صفة لربي وربي لتأتينكم ربي عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة مثقال يعني الثقل بوازن وازن ذرة الحباءة التي ترى في النور الداخل من الكوة في مكان مظلم إذا ثقب في الجدار في مكان مظلم فنور الشمس مثلا أو أي نور آخر يدخل من هذا الثقب إلى هذه الغرفة ترى عمود من نور وترى في هذا النور ذرات صغيرة هباءة وجمعها هباءة هذه شنو وزنها الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة وزن ثقل ذرة ولا أصغر من ذلك من الذرة والعلم الحديث أثبت أشياء أصغر من هذه الهباءة الخلايا والذرات والإلكترون والأجزاء الأخرى في الذرة ولعل هذه أجزاء الذرة أيضا لها أجزاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى سجله في اللوح المحفوظ أو في لوح المحو والإثبات إلا في كتاب مبين هذا الكتاب ظاهر أو لعله المراد القرآن يعني بطون القرآن الكريم ثم بعد ذلك الإمام يأكد يقول بالإحاطة والعلم لا بالذات مو معنى أن أن يكون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة أن يكون قد صار ظرفا للأشياء كما أن هذه الصالة ظرف لنا وحيز لنا هل يكون الله سبحانه وتعالى كذلك؟ كلا هذا مستحيل لا بالذات لأن الأماكن الإمام يستدر بدليل عقلي أيضا لأن الأماكن محدودة المكان محدود تحويها حدود أربعة الأمام والخلف واليمين واليسار أو إذا اليمين واليسار أدخلناه في الأمام والخلف فوق وتحت هذه حدود تحوي المكان سواء كان المكان ظرف أو مضروف فالله سبحانه وتعالى ليس محدودا لأنه ليس كمثل أي شيء الحدود هي الأجسام لأن الأجسام لها حدود كلما ازدادت الذرات ازداد الحجم وكلما قلت الذرات قل الحجم هذا من صفات الأجسام والله سبحانه وتعالى ليس بجسم لأن الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة فإذا كان بالذات يعني الله سبحانه وتعالى إذا واحد هكذا زعم أنه حيز للأشتياء لزمها الحواية معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكون محدودا والعياذ بالله كلا ليس هكذا أو بالعكس إذا كانت الأشياء أو الحيز هو حيز لله ومكان لله هذا يستلزم فاسدا وهو أن يكون الله سبحانه وتعالى محدود إضافة إلى احتواء المخلوق على الخالق وكبر المخلوق عن الخالق وما إلى ذلك من أمور ذكرناها فإذن الآية الشريفة التي تقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ليس المراد الوحدة العددية أنه داخل في عددهم كلا بل المراد الإحاط بالعلم وبالقدرة الله سبحانه وتعالى محيط بالعلم وبالقدرة فكل إنسان تناجى بشيء بل حتى إذا خطر على قلبه بل حتى إذا كان شيء في قلبه ولكن هو غافل عنه الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم المعرفة الصحيحة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر